حضور مكثف للملف اليمن في اروقة المجتمع الدولي وتصريحات متتالية تصب في مجملها على حث الاطراف للعودة الى المسار السياسي العاثر هذه التحركات استؤنفت باجتماع لسفراء الرباعية تمهيدا لاجتماع على المستوى الوزاري الذي لم يحدد بعد موعد عقاده ومحاور نقاشه الجديد حتى الان في نتائج هذا الحراك هو تكرار لمواقف الاطراف الدولية السابقة ابتداء من الموقف الامريكي الذي خرج بلسان المتحدث باسم الخارجية الامريكية مارك تونر بتوجيه دعوة للاطراف اليمنية للعمل على ايجاد سلام مستدام خلال هذه التصريحات وقبلها وبعدها بدى المبعوث الاممي الى اليمن اسماعيل ولد الشيخ احمد اكثر نشاطا في تنقلاته بين العواصم العربية والاوروبية لحجد الدعم لمبادرته التي لم يتضح بعد تعديلها من عدمه وفي خضم هذا اللغط تبدو دعوة المندوب الروسي لانعقاد مجلس الامن اكثر التطورات المهمة بالنظر الى التوقيت ودلالاته وطبيعة الموقف الروسي الذي يبدو دبلوماسيا في تأييد الانقلابين ومتحفظا في تعامله مع الشرعية هذه الدعوة ايضا جاءت بعد بيان سابق تحفظ فيه الموقف الروسي على محاولة قوات الشرعية التقدم باتجاه محافظة الحديدة متعللا في تحفظاته على الكلفة الانسانية التي يمكن ان تخلفها المعارك ان تواصل اندلاعها في جبهة الساحل الغربي اذا ما هو الجديد في دعوة المندوب الروسي وهل اصبحت الميليشيا راضيخة للدخول في حل سياسيا ذلك ما ستكشف عنه تطورات القادمة اشتركوا في القناة